السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واحد واحد واضح لان الموضوع الدرس الجاي ان شاء الله هناخذ المعادلة التربيعية اللي هي فوق الاكس تربيع فهنا ضروري انه تنتبه الى المعادلة بها مجهدين اكس واي والقوة مالتهم واحد واضح زين شو يطلب من اندي قولي ارسمها ارسم المعادلة الخطية بالمستوى الاحداثي طريقة الحل لازم اول شي اسوي جدول سويت الجدول حوزع على خمس حقول الحقل الاول هخلي بي قيم للاكس مين اجيب القيم للاكس من عندي اذا لحفرض اعداد للاكس نفرض شيني الاعداد افرض عدديا فقط اللي هي الصفر والواحد اذا قيم الاكس انا هفرضها اللي هي الصفر والواحد الحقل الثاني شي اكتب بيه اكتب بيه المعادلة لكن بعد الترتيب يعني شنو الترتيب مالتنا ان ابقي الواي بحدها الواي في طرف والاكس والعدد بالطرف الثاني يعني شنو ارتبها المعادلة بعد الترتيب شنو الواي في طرف والاكس في الطرف الثاني واضح اذا نكتب بالنص المعادلة بعد الترتيب الحقل الثالث من اللي حعوب هذا الصفر بالمعادلة ورا مرتبها هيطلع لي الواي اذا هنا شنو هحصل الصفر حعوضه هيطلع لي الواي والواحد حعوضه هيطلع لي الواي واضح؟ هنا لحسوي الازواج المرتب اللي هي الاكس والواي شتا هسوي الازواج المرتب عن الصفر والناتج مع الواي هنا حخلي الناتج ماته والواحد وهي الناتج اللي حطلع لي الواي اخلي هنا زوج المرتب هنا باخر شي شنو نسوي هنا نرسم المستوى الاحداثي اللي تقرفوه هذا الزائد واضح؟ ونعين بين النقاط اللي حتطلع ليه ما الصفر والعدد والواحد والعدد ولازم الناتج يطلع لي خاط مستقيم يعني شون؟ مثل هذا المثال الاول اللي لحنشارحه اللي هو فقرة التعلم هنا المثال اللي وضحنا الشرح يقول في دراسة لتحديد كمية الحليب التي تحتاجها اليها حيوان اللي اكل النمل حديث الولادة باللترات على مدى بضعة ايام توصل الباحث الى المعادلة اذا اش نعطيني نعطيني هاي المعادلة اذا اول خطوة لحاجب الحل اش تحسوي؟ هكتب المعادلة مواتي لحقول المعادلة اثنين واي ناقص اكس يساوي النا صفر حيث اكس عدد الايام وواي كمية الحليب باللترات تمثل المعادلة اذا اش تريد التمثيل البياني اذا هسان ملاح اعرف هل هذا الموضوع اللي هو موضوع للمعادلة الخطية لو الموضوع البعدي اللي حنشرح ان شاء الله بالدرس القادم اللي هو التربيعية من القوة مثل ما قلت لكم انبابع قوة الواي واحد وقوة الاكس ماكو فوقها معناها واحد هنا الاسس ماكو فهذا موضوعنا اللي هو المعادلة الخطية واضح؟ اذا اول شي اش تحسوي لازم اغير المعادلة ش تحسوي نرتب المعادلة واضح؟ اذا حسوي هذا معدت الجدول هنا على صفحة حسوي الجدول مكون من العقول واش تحسوي بالبداية حخلي الاكس وقلنا الاكس من عندي افرضها اللي هي شنية الصفر وبعدين شنو عندي ورا الصفر الواحد هنا قلنا المعادلة بعد الترتيب بالحقل الواسطاني المعادلة بعد الترتيب قلنا نبقي الواي بحدها الواي في طرف والاكس وين بالطرف الثاني اذا اول خطوة لازم نرتب المعادلة نرتب المعادلة ماذا ارتب بها؟ الاكس سيحولها من الصفر هي السالة لتحصر اشارة تحصر موجب اذا اثنين واي يساوي لاحظنا انه من نقلنا للطرف الثاني الايمن بعد اليساوي صار موجب ماذا بقى عندي بقى هاي الاثنين لازم اوديها لانه اريد بس الواي به الجهة فهذه هنا هحول الاثنين من الاكس بس اقول هنا العملية طرح حولت الى جمع هنا ضرب تتحول الى قسم يعني الواي شي ساوي انه ساوي انه اكس على اثنين اذا شنية هاذ المعادلة بعد الترتيب اذا ضروري تتأكد من هذا الفقرة الاولى اللي هو ان المعادلة لازم تكون مرتبة الواي بحدها والاكس والعدد بغير طرف اذا هنا شي هكتب هكتب الواي يساوي انه اكس على اثنين هعوف المعادلة اللي هو نعطين اياها بالسؤال لانه ما مرتبة زين هنا الحقل البعدة اللي هو الواي النواتج وهنا الازواج المرتبة الاكس والواي واخير شي شنو ما ننسى الحقل ما نرسم نرسم واضح زين نجي نعوض الصفر مكان كل اكس حتى تطلع لنا الواي اذا اشتاح نسوي سنقول الـ X 1 والمقام الـ 2 ينزل إذن 1 على 2 ما بها اختصار إذن الناتج النهائي ماتي 1 على 2 الزوج المرتب ماتي الـ 1 وعندي بعد شنو الـ 1 على 2 ناتج الـ Y هسا دولة هذا وهذا لح نجي نرسمهم على المستوى الإحداثي لنعرفه من الأول المتوسط اللي هو شنو عدنا الخط الأفقي اللي هو الـ X والخط العمود اللي هو الـ Y وتعرفون بالخط الأفقي الأيمن هو الأعداد الموجب والأيسر هي الأعداد السالب يعني هي تي هذا الـ X وهذا عندي هذا الـ X وهذا الـ Y وهنا الموجب يعني هنا عندي الـ 1 وهنا عندي الـ 2 وهنا عندي أيضا موجب اللي هو 1 وهنا عندي الـ 2 وهنا عندي السالب 1 وهنا عندي السالب 2 وهنا عندي السالب 1 وهنا عندي السالب 2 تعرفون بالx اليمنا موجب وبالy الفوق موجب وبالx اليسره سالب والy الجول أسفل سالب نحن نجي للنقطة صفر 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 بالx هذا الصفر وصفر بالy يعني لا تسعد ولا تنزل إذن هذه النقطة الأولى اللي هي صفر صفر زين نجي للنقطة الثانية واحد نصف 1 بالx هذا الواحد لكن النصف نراها لا موجود عليه الخط الواي الي هو العمودي فلنحن نقول هذا الصفر وهذا الواحد هنا تقريبا النصف هذا النصف اذا ش having listened to us هذا الواحد وهذا النصف اذا هنا حصى تقريبا النقطة لاتي الي هي واحد بالx ونصف بالواي الي هو هذا زوج المرتب الثاني الآن عزان الطلاب يقول لي ارسم المعادلة الخطية معنى الناتج حتى شو نعرفه صح ماتين نقاط عينتها صحيح لازم مني اوصل لي اطلع لي خط مستقيم اذا من جيت وصلت طلع لي خط مستقيم وهذا يمثلني المستوى الاحداثي ومراتي يقول لي ماذا تلاحظ شو نقول لي نقول لي نلاحظ انه هذا المعادلة المستقيم مسوت قطعة المستوي الاحداثي اكس وواي وين في نقطة الاصل اذا وين قطعة الاحداثي اكس الاحداثي قطع الاحداثي اكس وواي وين في نقطة الاصل يعني اختصر التقاطع في نقطة الاصل اللي هو شن هي نقطة الاصل صفر صفر واضح قطعهم في نقطة الاصل اللي هي المركز صفر صفر نشوف مثال ثاني يوضح لنا اكثر عن رسم المعادلة الخطية نشوف المثال الثاني المثال الثاني اللي هو عندنا ضمن المنهج اللي هو شي يقول يقول مثل المعادلة مثل المعادلات التالية في المستوي الاحداثي في المستوي الاحداثي وبس ضيف لي اضافة وقال لي ماذا تلاحظ رابح عزان الطلاب احنا اش لاحظنا انه المستقيم معدد المستقيم قاطعة الاحداثي اكس وواي في نقطة الاصل اللي هي الصفر صفر احنا احنا نشوف هو اش ناطينا المعادلات وشون اللي حنحلها المثال الاول ناطينا واي ناقص ثلاثة اكس زائدا خمسة يساوينا صفر اذا اعزان الطلاب اول ما نبدأ لازم نرتب المعادلة اول ما نبدأ رتب المعادلة شون رتب المعادلة لازم انه الواي بحدها بجهة والاكس والاعداد بغير جهة اذا ما سوف نقوم ببداية سنقوم بقل الخمسة ايما الصفر اقوم بقى اشارتها اقول هي موجبة لتصير سالبة اذا ما بقى عندي صار عندي واي ناقص ثلاثة اكس يساوي سالب خمسة بس شلت الخمسة من الطرف الايسر حولتها الطرف الايمن وغيرت اشارتها ها كل اجداء سواني دارتب المعادلة دازم رتبها او نقوم بجدول بعدش احتاج احتاج الثلاثة اكس تجي من اهمين حتى تبقى الواي فهم لحظة اقول هالمرة سالب تتحوى شى تصير سنموجب اذا واي شي ساوي انه سالب خمسة زائد ثلاثة اكس هذا صارت صارت المعادلة وراء الترتيب سالب خمسة زائد ثلاثة اكس هسا المعادلة ترتبت الواي ببحدها والاعداد والاكس بغير جهة لحاجة نسوي الجدول نحن اجي نسوي الجدول مال اثنين المكوى من الحقول اول شي الاكس عداد الاكس ما عندي بالسؤال لازم انا افرضها مثل ما قلنا نفرض عددين اللي هو الصفر ونفرض العدد الثاني اللي هو شنو عندنا واحد هنا المعادلة بعد الترتيب مو هذه هاد المعادلة اللي احنا سويناها هواي يساوي سالب خمسة زائد ثلاثة اكس وهنا شنو عندنا هنا عندنا ناتج واي وهنا الازواج المرتبة الازواج المرتبة اللي هي شنو عندي الازواج المرتبة الاكس والواي واخير شي اسوي حقل نكتب بي نرسم حتى ما انسى الرسم حال نبدأ نقوض الصفر بالمعادلة احذف الاكس وخلي صفر وراها احذف الاكس وخلي واحد هقول واي يساوي انه سالب خمسة زائد ثلاثة بس بيان قوسين اكو صفر معناها في صفر ثلاثة في صفر تعرفون اي عدد في صفر الناتج ماته شنو صفر اذا احذف الاكس يساوي انه سالب خمسة زائد الصفر يعني سالب خمسة زائد الصفر الناتج ماته سالب خمسة اذا احذف الاكس يساوي صفر بالاكس وسالب خمسة بالواي هذا زوج المرتب هل مرة حنجي الواحد احذف الاكس وخلي واحد لحقول واي يساوي سالب خمسة زائد ثلاثة بيان قوسين واحد حقول ثلاثة في واحد اللي هو ثلاثة اذا شعي سرماتي واي يساوي انه سالب خمسة زائد الثلاثة تعرفون الاشارات مختلفة فناخذ اشارة الكبيرة اللي هي سالب ونطرح اذا حيصي الناتج ماته النهائي سالب اثنيا اذا زوج المرتب ما تشطلع واحد وسالب اثنين طاضح نحن نجي نرسم ونشوف اشتح يطلع عنه الملاحظة هل يمر باليقطع الاحداثيين لو يقطع احداثي واحد دون ما يمر بنقطة الاصل اللي هو حتى نكتب له الملاحظة فاشتح هنقول لحن نرسم هذا المستوى الاحداثي نحن نقول هنا عندنا شنو اللي هو عندنا هنا واحد هنا ثنيا هنا ثلاثة هنا اربعة وهنا ثنين و ثلاثة وأربعة وهنا ثالب واحد وهنا ثانب ثنيا و ثالب ثث، و ثالب اربعة Same way ثالب اثنين ثالب ثث ثالب اربعة ثالب خمسه نجي نرسم النقاط او الازواج المرتبع صفر ثالب خمسه هذالة بال кстати هذا الصفر وراها انزل له اسعاد انزل ليش انو هي سالب خمسة فاشيحصر صفر سالب خمسة اللي هي هذا فالحيصر النقطة على الواي على الصادي زين نيجي على النقطة الثانية واحد سالب اثنيا شوينو عندنا واحد بال اكس اللي هو واحد هذا الواحد وسالب اثنيا انزل جوه بنقطين لحقول واحد هذا الواحد انزل الى سالب اثنيا هذه النقطة واحد بال اكس وسالب اثنيا قلنا لازم الرسم مارك نطلع خط مستقيم لانه شنو ادنى هو ده يقول معادلة خطية زين هسا شنو الملاحظة اللي حنلاحظ ماذا نلاحظ لحنقول للاحظ ايضا قطع ال اكس وقطع الواي لكن فرق عن الاول انه لم يمر بنقطة الاصل يعني ذاكي المثال ما التعلم كان هيش بالضبط اللي هو شنو قطعهم اثنينهم لكن مر بهاي النقطة اللي هي نقطة الاصل هذا هم قطع ال اكس وقطع الواي لكن لم يمر بنقطة الاصل واضح شنو الملاحظة ما تقول ماذا تلاحظ خلو نشوفكم مثال ثالث ناخد مثال بعده اللي هو عندنا واي واضح شنو الملاحظة ما تقول ماذا تلاحظ خلو نشوفكم مثال ثالث المثال البعده اللي هو واي هذا رقم اثنين بالنسبة لهذا المثال واي تساوي انه اربعة نشوف هذه المعادلة مختلفة انه ما اثنين بها اكس بس واي واي تساوي انه اربعة لما لاحن نتجي عزانة طلاب نشوف انه المعادلة مرتبة الواي باحد هي والعدد بجهة والاكس هو اصلا مخفي فالمعادلة ما تحتاج ترتيب رأسنا هسوي الجدول ماتي اشتا حسوي هسوي الجدول اشتا حقول حقول هنا الاكس وشنية الاكس اللي لازم نفرضها اللي هي عددين صفر والواحد وهنا المعادلة بعد الترتيب وهي ايضا مرتبة من السؤال واي ساوينا اربعة واضح وهنا لحيطلع الناتج الواي وهنا الازواج المرتبة اخير شي لي هو مع الرسم هذا الرسم نرسم زي لما لحاجي صفر الاكس صفر هي المعادلة ما بيها اكس فلح تنزل الواي شنية الواي اربعة ماكو مكان لتعويض اذا نشوف المعادلة المعادلة بدون اكس اذا الصفر ما قدرت عوضه فرأسنا نزهت الاربعة اذا زوج المرتبة ماتي شنو صار صفر اربعة وكذلك الواحد الواحد ماكو مكان عوضه ماكو اكس بالمعادلة حتى عوض الواحد اذا حينزل الناتج شنو اللي هو نعطيناها اربعة فالزوج المرتبة ماتي واحد اربعة نا ادنا ايضا اربعة والزوج المرتبة ماتي واحد اربعة واضح؟ اذا من ينطيني وي يساوي عدد انا لحفرض صفر يصير صفر اربعة ولحفرض واحد يصير واحد اربعة او بالعكس اي تغيير رقم مثلا ثلاثة او اثنيا او اي عدد مني ينطيني عدد للواي اقول صفر وهي العدد المعطى والواحد وهي العدد المعطى واجي ارسمين اذا هناش لحن نجي لحن نجي نسوي الاكس والواي نسوي هنا عندنا واحد وهنا عندنا ثنين وهنا سالب واحد وهنا سالب اثنين وهنا واحد وهنا ثنين وثلاثة واربعة هنا سالب واحد وسالب اثنين وسالب ثلاثة نجي نرسمهم صفر اربعة هذا الصفر هذا الاربعة على الواي بالضبط وهنا الواحد اربعة واحد هذا بالاكس واربعة نصعد الهي تشي هذا الواحد اربعة نمسح هذه الخطوط إذا صار ماتي خط مستقيم أوصل بين النقطين فصار خط مستقيم ماذا نلاحظ؟ ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أنه نلاحظ أنه ماذا نلاحظ؟ أنه يوازي المحور X مقطع X يوازي هالمرة إذا يوازي X وقطع Y قطع Y إذا قطع بس تصادي Y ووازي السيني إذا نلاحظ أنه يوازي X وقطع Y وين قطع في النقطة صفر أربعة هذه النقطة التقطع وقطع Y في النقطة وين هي نقطة؟ في النقطة صفر أربعة يعني مو بنقطة الأصل مو هنا قطع في صفر أربعة نجي المثال البعدي اللي هو الأخير مثال الثالث مثال الثالث بالنسبة لهذا ما هو عندي؟ عندي X يساوي سالب ثلاثة X يساوي سالب ثلاثة X يساوي سالب ثلاثة شوفوا أعزان طلب المثال القبله كان Y يساوينا أربعة الآن X يساوينا عدد لما Y عرفنا كيف نسويها لكن لما ما هو X سنجي أيضا ما كو Y هالمرة من اللحظة أساوي الجدول ما تي سأقول X بس هنا ما أقدر أفرب أعداد صفر و واحد ليش؟ هو محددني سالب ثلاثة فلازم شاوي لازم هالمرة أفرب لل Y وهذا حزان الطلاب إذن لازم هناش أفرب بما أنه نعطيني X ما نعطيني Y فما أقدر أفرب مثل هذا أفرب 0-1 لل X مثل كل أمثلة حتى يطلع لل Y هالمرة شنو أفرب لل Y حتى شنو يطلع لل X يعني ال X جد عندي سالب ثلاثة بكل الأحوال هو نعطينها مثل ما هنا هنا Y4-4 هنا Xy-3 با يكفي شنو ال Y عندي سالب ثلاثة إلي هي الحصير صفر وحصير 1 وهنا الاكس هو نعطينيها سالب ثلاثة واضح؟ بينما هنا Y شنو نعطينيها؟ نعطينيها أربعة إذن Y هنا هو نعطينيها في نزرة أربعة لكن هنا X نا طانيها سالب ثلاثة سالب ثلاثة فلازم أفرض لل Y نا فرضت لل X واضح إذن دح نجي مات الأزواج المرتبة اللي هي شنو سالب ثلاثة بال X وصفر وعندي سالب ثلاثة ويا الواحد سالب ثلاثة ويا الواحد إذن بزرور تنتبه للذن المثالين إذا طاني ال Y يساوي عدد ال Y يساوي عدد فهذا الصفر ما ال X حيصر ويا العدد والواحد حيصر ويا العدد هذن الأزواج المرتبة لكن إذا طاني X تساوي عدد فشيصر هذا العدد ال X ويا الصفر ما ال Y وهذا العدد اللي هو سالب ثلاثة ويا الواحد ما ال Y يعني حصر الفرطية لل Y مو لل X فصار زوج المرتبة سالب ثلاثة سالب ثلاثة لكن هنا عدي صفر أربعة واحد أربعة واضح نحن نجي نرسمها ويشوف شنو الملاحظة اللي نلاحظها لحال هالمرة حيوازي Y لأنه ما موجود ال Y إذن نحن نجي نرسم مالتنا المستوى الأحداثي ال X وال Y هذا ال X وهذا ال Y وحن نجي نقول هنا هذا ال واحد وهذا الاثنين وهذا ال ثلاثة وهنا سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة وهنا ال واحد والاثنين والثلاثة وهنا سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة هنجي نقول سالب ثلاثة صفر سالب ثلاثة هذا ال X سالب ثلاثة صفر بمكانها وهنا عدنا سالب ثلاثة واحد سالب ثلاثة هذه سالب ثلاثة مع ال X وواحد معناها نسعد هنا هذا نسعد بهذا المقدار سالب ثلاثة واحد إذن لح نجي نوصل ومثل ما قلنا نزم نطلعنا خط مستقيم لأنه هي معادلة خطية فالشي حيصر عندنا حيصر الملاحظة ومالتنا أنه قطع أكس قطع أكس وين قطع في النقطة ومو بش نقطة الأصل صفر صفر لا في النقطة اللي هي شنية سالب ثلاثة صفر في النقطة سالب ثلاثة صفر واضح في النقطة سالب ثلاثة صفر واضح ووازى ويوازي يعني ما قطع واي وازاها وقطع أكس في النقطة سالب ثلاثة صفر إذا مدني الأمثلة نكتر نستنتج بعض الملاحظات اللي هي اللي حنسويها على شكل نقاط الملاحظة الأولى عزاني الطلاب اللي هو إذا طاني معادلة الملاحظة الأولى إذا طاني معادلة بيها أكس واي بس ما بيها عدد يعني بيها بس الأكس وبيها زاعد أو ناقص واي بس ماكو عدد يعني مثل المثال تعلم إذا تذكرون كان عندي ثنيا واي ناقص أكس يساوي صفر هاد معادلة ما تتعلم واضح يعني عندي كانت المعادلة شنية عندي الأي والبي لكن السي مخفي واضح يعني الحد الثالث اللي هو العدد ببحده بدون لا أكس ولا واي مخفي فهنا شنو عندي لحتطلع الرسمات انه لحقول يقطع أكس وواي ويقطع أكس وواي في نقطة الأصل هذا من العدد اللي هي المعادلة ماتي اي أكستر بي زايدا بي أكس زايدا سي العدد الثالث اللي هو السي ماتي ما موجود الأدد فش هقول هقول يقطع أكس وواي في نقطة الأصل يعني هي جي حصير الرسم ماتي هذا دا مكان أكو عدد لكن إذا أكو عدد يعني هم أكس وهم واي اللي هو المثال الثاني إذا تذكرون اللي هو كان عندي اللي هو واي ناقص ثلاثة أكس زايدا خمسة يساوينا صفر دا تلاحظون صارت ثلاث حدود هم واي وهم أكس وعدد واضح؟ العدد هذا اللي أقصد به لا أكس ولا واي هنا شح يسوي هيقطع أكس وواي لكن وين ليس في نقطة الأصل يعني هم لح يقطع أكس وواي بس مو ما يمر بنقطة الأصل لكن هنا شنو مر بنقطة الأصل أما إذا كان عندي المثال الثالث والرابع اللي هو كان عندي المثال الثالث ويساوينا أربعة فهذا شح يصير لح يوازي يوازي شنو محور السينات يعني هنا شح يصير عندي لح يصير عندي هذا الرسم هذا الأكس وهذا الواي فشح يطلع عندي هيطلع يوازي محور السينات واضح؟ لا يوازي محور السينات ويقطع الصادات لأنه أكس ماكو فملح يقدر يقطع الأكس أما المثال الرابع اللي هو ذاتي ذكرون أكس وسالة سالبة ثلاثة هنا من ماكو واي من ماكو واي فهل مرة ملح يقطع الواي مايقدر يقطع هذا الأكس وهذا الواي فاشتراح يسوي هيوازي محور الصادات يعني الرسم أما يكون مننا أو يكون مننا حسب العدد اللي إذا كان سالب مننا وإذا كان موجب مننا فحيقطع بس الأكس لأنه أكس بينما الواي مايقدر يقطع حالي إنه ماكو واي بالسؤال وهنا نفس الشي إذا كان موجب وإذا كان سالب ممكن الرسم يصير هي شي يعني يقطع لو الواي بالموجب لو الواي بالسالب بس الأكس يكون موازي لها لأنه ماكو بالمعادلة أكس ترجمة نانسي قنع